هو الإعلامي التلفزيوني للمرجعية السيستانية تعرفونه رشيد الحسين سأضرب لكم مثالا من برامجه وهذا المثال يكشف لكم عن مدى التفاهة والسفاهة في هذه البرامج لو لم تكن أجواء المرجعية السيستانية ولو لم يكن هذا المبلغ الديني للسيستانيين بهذه الوساخة لما تجرأ الناس وسألوا الأسئلة السخيفة لكن الأمور من بعضها كما يقولون رجاء اعرضوا لنا مقطعا من هذه البرامج السيستانية السخيفة شخص زوج أخته إلى صديقه هذا صديقه سبحان الله بعد مدة من الزواج صار عنده عيد في ذكره نعم فهذا أخو المرة قالوا بعد وفاتي هو كسؤال افتراضي بعد وفاتي أنه الذكر مالتي ينقل إلى صديقي اللي هو زوج أخته فلو فرض النجحة العملية شون حكم الزوج صارت هنا نعم 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 طيب طيب تسمعين جاء أبو عزيزي على هذا السؤال الافتراضي هذه أسئلة افتراضية شوفوا هذا الكلام الآن يقع أنه بعض الأشخاص يزرعون بعض الأجزاء أعضاء أعضاء مثلا امرأة تزرع يد لامرأة أخرى فهذه إذا زرعت يد يا امرأة أخرى أمام زوجها هذه اليد يمكن زوجها ينظر إليها لأن هذا يد هذا الكلام يأتي حتى على الشعر أنه إذا زرعت شعر وهذا الشعر كان لآدم آخر يجوز زوجها أو أبوها ينظر إلى هذا الشعر فنقول إذا زرع أي جزء من أجزاء البدن من أي إنسان أو حيوان أو حيوان فصار جزء هذا الإنسان فإذا صار جزء هذا الإنسان فيلحق به فيكون حكمه حكمه ما له ما كان له هذه القذارة تأتي في سياق القذارات الأخرى الناس حينما يسمعون هذا وغيره وهم يتحدثون عن مشروعية التلقيح الصناعي التلقيح الاصطناعي إنها التفاصيل القذرة لا أريد أن أحدثكم عنها لكنهم حينما يسمعون فتاوى السستان وفتاوى ولده المرجع القادم في هذا الموضوع يستسيغون هذه الأسئلة ويستسيغون هذه القذارة التي لا فائدة فيها ولا نفع فيها لكن الأجواء السستانية هي التي تسمح بذلك ترجمة نانسي قنقر